بيبدأ فيلم النهاردة مع شخص اسمه ريدا وبيبقى زعيم الحي الفرنسي اللي هو ساكن فيه وبيبقى عنده صالة رياضية لتعليم فنون الكتال وبنعرف انه مش بيحب يدخل في اي نزال مع حد وده سبب خلاه ما يحترفش الملاكمة لكنه فتح صالة رياضية وبدأ يدرب فيها الملاكمة وبروح لاخوه الاصغر ابراهيم وبيبقى بيعشق بابلوس كبار وبيقلده في شكله وفي لبسه وحتى طريقة كلامه وبيبقى شخص مشهور جدا على الميديا لكن بتوصل له احدى عصابات كولومبيا وبيقبضوا عليه وده لقى انهم بيبقوا متضايقين جدا منه وبيبقوا مفكرين انه بيصخر من بابلوس كبار وده ممنوع عندهم طبعا وبيصوروا فيديو وبينزلوا عن نت وبتعرض كل قناة الاخبار الفيديو بتاع خطفه والدنيا كلها بتدقلم ولما ريدا بيوصل له الخبر بيتضايق جدا وبيروح الصلاة بتاعته وبيجتمع بكل الرجال اللي بيدربهم عنده في الصلاة وبيقرروا كلهم انهم يسافروا كولومبيا علشان يرجع اخوه ابراهيم وبيتفقوا انهم يتقابلوا بكرة في المطار علشان يروحوا مع بعض بس تاني يوم بيتفاجئ رضا ان مفيش ولا واحد جهه لانهم كلهم خافوا انهم يخدوا الرحلة دي ومش بيبقى موجود جريستان هو بس اللي جي معاه واستان ده بيبقى صاحبه من زمان جدا ومتربي معاه في العيلة بعد ما عيلته كلها ماتت وبعدها بيظهر احد المتدربين معاه وبيبقى اسمه شفيق وبيكون قرر يخود معاهم الرحلة المجنونة دي وبيكون استان رافض ان يروح معاهم علشان بيبقى عارف رضا مش بيسيطر على نفسه وممكن يوقعهم في مشاكل لكنه مش بيبقى قدامه حل غير انه يروح معاه علشان مش هيقدر يسيب صاحب عمره في الرحلة دي لوحده وبتبدأ رحلتهم المسيرة للشفقة وبيوصلوا كولومبيا وبيروحوا على طول للفندق اللي كان موجود فيه ابراهيم قبل ما يتخطف على امل انهم يقدروا يعرفوا اي حاجة ولما بيسأل اللي شغال في الفندق على ابراهيم بيعرفوا وبيقولوا كمان على المكان اللي بيظهر فيه افراد العصابة اللي خطفوا اخوه لكنه بيحذروا من المكان ومن العصابة اللي هو بيدور عليهم وبالاخص علشان هو غريب عن كولومبيا لكن رضا طبعا مش بيهموا وبيؤمر استان وشفيق انهم يجهزوا علشان يروحوا للحانة اللي موجود فيها العصابة لكن لما بيوصلوا استان بيبقى قلقان من المكان بس رضا بيطمنوا وبيقولوا ما تخافش وبيدخلوا مع بعض وبتجيلهم واحدة من اللي بيشتغلوا في الحانة ولسه بتشوف شغلها ام رضا داخل في الموضوع على طول وسألها عن العصابة اللي خطفت ابراهيم لكنها مش بترد عليه فبيدخل استاني لطا في الموضوع شوية وبيعرف انهم هنا علشان يرجعوا ابراهيم اللي تخطف وبيسيب لها راكمه علشان لو عرفت اي حاجة تتصل عليه على طول وبيقوموا يروحوا الشفيق اللي بيبقى تعرض عليه مخدرات كتيرة جدا لكنهم بيكرروا الاول مرة انهم يجربوا يشربوا النهاردة بس ومش هيحصل حاجة يعني لكنهم اول ما بيشربوا العملية بتبوز منهم على الاخر وبيخربوا الدنيا وبيستغل رضا الوضع وبيحاول يعرف اسم زعيم العصابة وفعلا بيقدر يعرف اسمه ولما بييجي تاني يوم بيصحوا من النوم وبيبقوا تعبنين جدا من اللي حصل انبارح وبيقول لهم استاني انه حلم حلم وحش قوي وهو انهم سرقوا عربية واستنوا زعيم العصابة واول لما ظهر شفيق نط عليه وضربوا وبعد كده خطفوه لكنهم بيتفاجئوا ان زعيم العصابة مربوط معهم في القوضة وانهم خطفوه فعلا وده ما كانش حلم ولا حاجة وطبعا استان بيبقى الآن جدا من اللي حصل لكن الرضا بيستغل اللي حصل وبيصور نفسه فيديو بيشتم فيه العصابة وبيقول لهم انهم لو مرجعوش اخوه هيقتل لهم الزعيم بتاعه وبينشوا الرضا الفيديو اللي تصور على حساب الراجل اللي خطفوه لكنه بيتفاجئ بعد شوية ان اخو بيكلمه وبيقول له انه ما تخطفش ولا حاجة وانه عمل كده علشان يزود المتابعين بتوقع ومش اكتر وهنا بيعرف رضا انه ورت نفسه في مشكلة كبيرة جدا وده لانه خطف ناتشو وده يبقى ابن اخطر تاجر ممنوعات في كلومبيا كلها وفي نفس الوقت بيبقى الراجل ده اللي اسمه ديابلو بيبقى مجمع شوية من الرجال بتاعته بعد اما فشله في مهمة هو امرهم بيه وبيكون قرر انه يضرب كل واحد منهم طلقه في رجله علشان يعرفهم غلطهم ويصحصحوا بعد كده وبيوري له واحد من رجال ده الفيديو اللي فيه ابنه فبيتعصب ديابلو جدا وبيكون الرضا قاعد مع استان وشفيق وبيفكروا يخرجوا ازاي من المشكلة اللي اتورطوا فيها دي وبيتصل عليهم ديابلو وبيكون استان عاوز يرد عليه علشان يتكلم معه بهدوء لكن الرضا بيرفض وبيقوله انه يتكلم معه براحة وما تقلقش لكن طبعا ديابلو بيبقى متعصب جدا على الاخر وبيبدأ يشتم في الرضا لكن طبعا الرضا مش بيتحمل الشتايم دي فبيتعصب عليه هو كمان وبيشتموا بافزع الشتايم وكمان بيقفل السكة في وشه وبيبقوا عاوزين ياخدوا ابراهيم ويرجعوا البلاتهم لكنهم مش بيبقوا عارفين يعملوا ايه في المصيبة اللي معاههم فبيضربوا رضا ضربة كوية جدا بتفقدوا الوع وبياخدوا وبينزلوا على اساس النساكران يعني ولما بيبقوا يتحركوا بيتفاجئوا برجال الديابلو بيهجموا عليهم وبيضربوا عليهم نار فبينطلقوا باقصى سرعتهم وبتبدأ تدور ما بينهم مطاردة كوية جدا وسط شوارع كولومبيا وبتكون عربية العصابة بتقرب منهم خلاص وهتقتلهم بس بتغبط في عربية جاية فشهم وبتنفجر وسط زهول الجميع وبيقابلوا عربية تانية لكن استان بيجرب اقصى سرعته ولما بيطلع على الطريق بينزل تحت عربية ريلا وبينجح انه يهرب من عربية العصابة وبيتصل رضا على ابراهيم بسرعة وبيقولوا يقابلوا علشان يهربوا بسرعة لكنه بيقولوا ان رجال الديابلو خلاص وصلت الفندق وبيقدروا المرة دي انهم يختفوه بحق وحقيقي وبيبعتوا بعدها فيديو لاخوه هم بيعزبوه علشان يرجع ابن الزعيم في اسرع وقت فبيتجنن رضا وبياخد ناتشو وبيرميه في بحر مليان اسماك قروش وبيتصل على ديابلو فيديو وبيورله ابنه وبيرمي عليه دم علشان يجذب اسماك القرش نحيانه فبيكرر ساعتها ديابلو ان يعمل معامو بدلة ويسلموا اخوه لكنهم بيتفاجأوا ان فيه قرش فعلا بيقرب على ناتشو وبيطلع يجري على المركب بسرعة قبل ما القرش يوصله لكنهم لما بيطلعوه بيتفاجأوا ان القرش اكل رجل ناتشو ولما بيشوف رجله بيغمى عليه فبياخدو ناتشو بسرعة علشان يودوه لأي دكتور وفعلا بيوصله لدكتور بس بيطلع دكتور بطري وبيدخلوه وبيخلوه يعمل اللازم علشان يوقف النزيف اللي عنده وبعد شوية بتتصل واحدة اسمها ماري على ستان وبتعرف كل اللي حصل وبتعرفوا ان ديابلو ده مجرم خطير جدا وممكن يقتلهم فبيطمنها ستان وبيقولها انهم بكرة هيقابلوه عند المقابر علشان يعملوا المبادلة معاه وهياخدوا إبراهيم ويروحوا على طول لكننا بنعرف ان ماري عميلة سرية وبتكون مهمتها انها تدور على ديابلو علشان تقبض عليه ولما بتقفل معاه بتعرف رئيسها ان ديابلو بكرة هيكون موجود في المقابر وبعدها بيلاقي ستان ان فيه كلب موجود في قفص عليه ورقة فبياخدها يديها الرضا علشان يترجمها وبيعرف منها ان الكلب ده هيقتلوه بكرة وبيخرج الدكتور ساعتها وبيعرفه من الناتشو نزف كتير جدا وانه محتاج نقل دم ضروري فبيخلوا شفيقي الغالبان هو اللي يتبرع له وبيبقى يعيني خلاص هيتصفى وبيفوق ناتشيو بيكون مفكر انه مخطوف لكنه بيشوف رجلو اللي اتقطعت فبيغمع عليه تاني ولما بيطلع النهار بياخدوا ناتشيو بياخدوا الكلب معاهم وبيمشوا من المكان وبيروحوا يقابلوا الديابلو في المقابر وبينزل علشان يتطمن على أخوه وبيخل وقت من رجال الديابلو يجي يشوف ناتشو في العربية من غير ما يشوف رجلو وبيتفقوا بعديها انهم يبدلوا العربيات وكل واحد يروح لحاله وفعلا كانوا لسه هيمشوا لكن بيتمكن ناتشيو ان ينزل من العربية وبيشوفوا رجلو المقطوعة فبيبدأوا يضربوا عليهم نار وبيجري رضا واللي معاه بأقصى سرعة وبيفضلوا رجال الديابلو يترضوهم وبياخدوا متسيكل ويهربوا لكن شفيق بيقع منهم وبيفضلوا يجروا والتانيين وراهم لحد ما بتوصلهم ماري وبيقدر شفيق انه يحصلهم ولسه هيمشوا يتفاجأوا ان في حد من العصابة واقف وخلاص هيقتلهم لكن بيجي الكلب اللي كان معاهم وبيعدوا وبيركب معاهم وبتحركوا فورا وبتعرفهم ماري انها شرطية وبقالها سنة بتدور على ديابلو علشان تقبض عليه وبتقول لهم ان رئيسها لما عرف انها يبقى في المقابر مرضاش ييجي علشان ديابلو ده مجرم خطير جدا وممكن يقتله علشان كده هي جات لوحدها وبيقول ريدا مفكر انهم قتلوا اخوه ابراهيم خلاص لكنها بتطمنهم وبتقول لهم ان ديابلو هيقتل كل عيلتهم علشان ينتقم من اللي عملوه في ابنه وبيوصل فيديو لريدا وبيبقى فيه ابراهيم وبيكون لسه عايش بس بيقوله انه هيعذبه بقى بشعة طرق لحد ما يروح يسلم نفسه علشان ياخد حقه منه فبتقول لهم ماري ان فيه شخص واحد ولما بيوصلوا لبيته بيظهر الشخص ده وبيبقى اسمه روبي وبيبقى موجه عليهم السلاح وبيبقى عاوز يقتلهم فبسرعة بتفكروا ماري انها بنت صاحبه اللي مات وجات هنا علشان محتاجة مساعدته فبيفتكرها روبي وبيهدى وبيبدأ يعرف منهم كل اللي حصل من اول الحكاية وبعديها بيسأل ريدا سؤال بيقول له انت عندك استعداد تعمل اي حاجة علشان عيلتك ولا لا فبيرد ويقول له ايوة فبيبدأ يديهم سلاح عنده خطة ان شفيق يروح للمالهة الخاص بديابلو علشان رجالته ياخدوه وهو هيبزارع فيه جهاز تتبع علشان يعرفوا مكانه وبعدها يروحوا يحرروهم ويهربوا بسرعة بعد ما يخلصوا على كل افراد العصابة وبيقول لهم كمان انه هيوجههم من خلال المايك والكاميرات بس وهو قاعد في بيته لانه مش هيروح معاه وفعلا بيبدأوا ينفزوا الخطة وبيروح شفيق للمالهة بتاع ديابلو وبيضرب نار فبييجي واحد من رجال الديابلو بيخبطوا خطة واحدة بس وبياخدوا يرميه في المغزن اللي موجود فيه ابراهيم واول ما بيعرفوا مكانهم فين بيبدأوا يتحركوا على المكان لوحدهم وبيبقوا رايحين مش عارفين هيقدروا ينجحوا في المهمة دي ولا لا بس هم مكملين مع بعض مهما كانت النتيجة ولما بيوصلوا وبيشغلوا الكاميرا اللي بتتير علشان روبي يقدر يتابع اللي بيحصل وكمان علشان يحدد مكان ابراهيم وفعلا بيحدد مكانه وبيدلهم عليه ولما بيدخلوا بيلاقوا حارس واحد بس فبيضربوا لحد ما بيفقدوا الوعي وبعدها بياخدوا ابراهيم بسرعة وبيهربوا من المكان بس ايه ده هو فين شافيه ناسه شافيه جوه وقاعدوا يزعاقوا مع بعض شوية بس بيكرروا انهم يسيبوا ابراهيم في العربية ويدخلوا تاني علشان ينقذوا شافيه لكن لما بيدخلوا المرة دي بتكون افراد العصابة اخدت بالها من اللي بيحصل وبدأوا يجمعوا بعض وبدأت ما بينهم معركة قوية جدا وبدأوا يضربوا نار عليهم لكن اتمكن رضا وستان انهم يسيطروا على الموقف وحرروا شافيه وبدأوا يرموا قنابل عليهم ويقتلوا كل اللي يقابلوا في سكتهم رغم ان دي اول مرة يستخدموا فيها السلاح بس روبي كان متابع تحركاتهم وكان قاعد يحفزهم من مكانه علشان لو هم ما عملوش كده هيموتوا كلهم على طول وبينجحوا فعلا انهم يحرروا ابراهيم وشافيه من المكان وبيهنيهم روبي على نجاح العملية وبيروحوا بعديها علشان يقابلوا ماري في بيت من اشهر بيوت سكوبار وعلشان ابراهيم عارف كل حاجة عن بابله قادر يحدد المكان السر اللي في البيت وبيدخلوا علشان يدخلوا في الحديقة من الجنب التاني وبيطلع ابراهيم التليفون وبيصور نفسه تاني فبيتعصب عليه رضا جدا علشان اللي بيعمله وانه ما ينفعش ابقودوته حد مشهور بحاجة مش كويسة فبيعتذر له ابراهيم وبيقوله انه كان غلطان فعلا وبيحضنه بعض بس بتتكلم ماري مع رضا وبتقوله فاضل حاجة واحدة بس لازم يعملوها قبل ما يمشوا وبيطلعوا التليفون وبيصوروا نفسهم فيديو بيستفزوا فيه ديابلو بشكل قاسي جدا فبيتعصب ديابلو جدا وبيخرج عن شعوره بيجمع رجالته كلها علشان يروحوا البيت سكوبار علشان يقضوا عليهم كلهم وبيتكون دي خطة هم عاملينها علشان اول ما يوصلوا البيت يفجروا بيهم كلهم اول ما يوصلوا وفعلا اول ما بيوصلوا البيت بيركب استانو اللي معا التايارة وبيستعدوا لكن رضا بيفضل جوه البيت وبيتصل على استانو بيقوله ان الكنبلة دي مش هتنفجر من برة علشان جدران البيت سميكة جدا وانه لازم يفجرها من جوه وبيطلب منه ان يمشي ويسيبه وياخد باله من ابراهيم ومن عيلت وبيقفل اللاسلكي وبيقعد يستنى ديابله ورجالته واول ما بيوتكل ديابله على رضا بيقوله ان اختار الشخص الغلط علشان يعمل معه مشكلة وبيطلع جهاز التفجير وبيفجر المكان بالكامل بكل افراد العصابة وده طبعا واستصراخ من ابراهيم لانه فقد اخوه بسبب غباؤه لكن اللي حصل ده حسن من ابراهيم بعد كده وخلى حياته تعادلت بعد اللي حصل وقرر ان يمسك الصالة الرياضية مكان اخوه وكمان علق صورة الاخوه على مبنى عالي كونوا بطل خاص بهم ضحب حياته علشان ينقذ اخوه وعلده كلها وقدر يخلص على اخطر عصابة في كولومبيا وكده يكون خلص فيلم النهاردة ياريت لو عجبك الفيلم ما تنساش تدوس لايك وتعمل كومنت جميل وتشترك في القناة لو اول مرة تشوفني علشان يوصلك كل جديد اشوفكم الفيلم الجاي سلام